مع أن زيارة بلينكين إلى رامالله لم يتضح منها شيء إلا أن هناك حديث عن ما يسمى بتنشيط السلطة الفلسطينية من خلال ربما تغيير في هيكليتها كيف تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذا التغيير أو هذا التنشيط إذا صح التعبير شكرا لإلك ومساء الخير لإلك ولكل المشاهدين والمستمعين مساء الخير على قناتكم طبعا بالتأكيد السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس واضح توجهاتنا أول شيء وقف هذا العدوان الغاشم على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة والضف الغربية وبعد ذلك نبدأ في الحديث عن كافة القضايا لا يمكن أن نبدأ بعملية تحسين وتعديل وغير ذلك قبل أن يتم وقف هذا العدوان وقبل أن يتم عودة اللاجئين والمخجرين بحيث الآن الكل يعرف أنه في جنوب قطاع غزة في رفح في حوالي 1.9 مليون لاجئ هذول اللاجئين فعلا يجب أن يوفر لهم الآن الحد الأدنى ويجب إدخال المعونات والاحتياجات الضرورية لهم قبل ذلك لا يمكن الحديث عن أي تحسينات وتحسينات تأتي في إطار رؤية سياسية واضحة من الأمريكان لكن واضح جدا أن زيارة بلينكين إلى الآن لم يخرج أي شيء لكن واضح جدا لم تحمل الكثير وخاصة الموقف الإسرائيلي المازال متشنج في كافة القضايا في قضية استمرار الحرب واستمرار العدوان وفي قضية توفير الحاجات الإنسانية والضرورية وفي قضية حقوق المالية حول المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا يعطي إنعكاس بأن هذه الزيارة لم تحمل الجديد وأن هذه الزيارة جاءت زيارة ولم يشكل ضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف الحرب ووقف هذا الأدوان دكتور بلينكين ربما كما تفضلت لم يشكل ضغطا على الجانب الإسرائيلي بل وصرح بأنه من حق إسرائيل الحق المشروع بأن تمنع تكرار وقوع ما حدث في السابع من أكتوبر كيف تنظرون أيضا إلى هذا الموقف المتشنج من قبل الإدارة الأمريكية تجاه مسألة عدم إمكانية وقف إطلاق النار السابع أكتوبر هو ليس بداية الأزبع وليس بداية الصراع الوطني الفلسطيني مع هذا الاحتلال هذا الاحتلال منذ 75 عام وهو جاثم على صدر الفلسطينيين و7 أكتوبر هو جاء ردة فعل لهذا الاحتلال وجاء ردة فعل على حصار قطاع غزة لمدة 17 عام بالتأكيد الشعب الفلسطيني له حق ماك شعوب العالم في الحرية والاستقلال وما يقوم به بلينكين والأمريكان في دعم إسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني في تدمير قطاع غزة هو غير مقبول لا دوليا ولا بمنطق الأمم المتحدة ولا بمنطق الأخلاق ولا بمنطق كل الشرائع بالتأكيد نريد سلام نريد تسوي نريد إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران ولكن كمان للفلسطين والشعب الفلسطيني الحق بالأمان والاستقرار ولا ننكر حق إسرائيل بالأمان والاستقرار ولكن ضمن القرارات الشرعية الدولية التي يجب أن تطبق من أجل إقامة دولة فلسطينية في داخل هذه الحدود قبل قليل دكتور نصري انطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العقبة لحضور القمة الثلاثية التي تجمعه بالعاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ما هي الملفات أو أبرز الملفات التي يجب أن تكون على طاولة هذه القمة وأن تناقش فيها بالتأكيد وأول هذه الملفات التي دائما بعلنها سيادة الرئيس التي هي وقف هذا العدوان وهذا أول لقطة بالتأكيد سيبحثها الرئيس وقف هذا العدوان على قطاع غزة ووقف التدمير والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الضرورية من مأكل وبلبس ومشرب والآن الكل يعلم منذ ثلاث شهور والآن بدأ الشهر الرابع في أن يعيشوا في ظروف صعبة جدا ويجب أن يكون هناك سماح لدخول كل الحاجات الإنسانية هذا من أولى الملفات التي دائما يتكلم عنها سيادة الرئيس وبالتأكيد ستكون على طاولة اللقاش والحوار لكن تقديري أي قضية أخرى بما يريد الأمريكان والإسرائيليين تكون لاحقاً لوقف العدوان والسماح لدخول كافة المستلزمات والاحتياجات لأهلنا في قطاع غزة يعني بالنسبة للجانب الأردنية معالي الوزير مسألة الضفة الغربية تشكل مسألة مهمة وحساسة وبالنسبة للجانب المصري أيضاً قطاع غزة يشكل ملفاً حساساً ما الذي يمكن أن يناقش فيما يتعلق بهذه الملفين مع كل من الأردن فيما يتعلق بالضفة الغربية ومع الجانب المصري فيما يتعلق بقطاع غزة الأردن الشقيق وجمهورية مصر بالتأكيد هي دول شقيقة ودائماً داعمة للقضية الفلسطينية ودائماً داعمة لإحقاق الحق الفلسطيني في الحرية والاستخلال وإنقامة الدولة الفلسطينية وليس فقط الأردن ودول العربية الثاني الشقيقة والدول الإسلامية هي تدعم فلسطين في إحقاق حقوقها والاستقلال والتحرر وبالتأكيد الأردن لاعب إقليمي أساسي وجار لفلسطين ومصر كذلك هي لاعب إقليمي دولي أساسي وجار لفلسطين والمشاركة والتشاور مع هذه الكيادات هو بالتأكيد سيصب في مصلحة القضية الفلسطينية وفي مصلحة إنهاء هذا الأدوان وفي مصلحة التوافق الفلسطيني من أجل الخروج من هذه الأزمة معالي الوزير كيف تقيمون خطوة دولة جنوب إفريقيا بتقديم شكوى بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدلة الدولية وهل ترون أن هذه الخطوة يمكن أن تكرر من دول أخرى؟ بالتأكيد هذه خطوة مهمة جدا جنوب أفريقيا هي دولة صديقة ودولة عانت من نظام الأبرتايد ونظام الاستعمار لسنوات طويلة وعندما تقوم بهذا العمل هي قناعاتها بأن هذا الاحتلال هو نظام استعماري أبرتايد يحتل الفلسطين ويقوم بعمليات إجرام والحرب الأخيرة بالتأكيد هي إبادة جماعية فتقديرنا وشكرنا واحترامنا لجنوب أفريقيا ونتمنى من دول أخرى طبعا هناك دول أعلنت عن دعم جنوب أفريقيا لهذه الخطوة ولكن نتمنى من الدول والأشخاص والمؤسسات أن تقوم بهذه الخطوة في محاسبة المجرمين الإسرائيليين على كافة مرتكبه ومقترفه ضد شعبنا الفلسطيني وضد أهلنا في قطاع غزة أنا أعتقد وأعتمنى ليس فقط محكمة العدل ولكن كذلك محكمة الجنايات والمحاكم الدولية والقطرية في العالم يجب أن يكون هناك متابعة لهذه الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والوزراء الإسرائيليين لا يجب أن يفلتوا هؤلاء القادة المنفلتين من كافة الشرائع ومن كافة الأخلاق لا يجب أن يفلتوا من الحساب ولا يجب أن يفلتوا بجريمتهم النقراء التي يبارسونها ضد الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر